الاتحاد العراقي قطعنا شوطاً كبيراً في عملية إصدار الأوراق الرسمية لللاعب أندريه سناطي وأصبح جاهز لتمثيل المنتخب الوطني من خلال التواصل مع والده للتواجد في أقرب فرصة في العراق وتسهيل الإجراءات كف بالتعاون مع الإخوة في وزارة الداخلية حكيم شاكر لبرنامج هاتريك سبع لاعبين من اكتشافاتي ساهموا بالفوز بلقب خليجي خمس وعشرون في البصرة وأن فضل التتويج بلقب كأس خليجي خمس وعشرين في البصرة هو عائد إلي بسبب الاكتشافات التي اكتشفتها ولا أي مدرب له القدر على اكتشاف هكذا مواهب سواء كان محلي أو أجنبي مدرب الجزيرة الإماراتي كايزر أيمن حسين جاهز للمشاركة في المبارة المرتقبة ضد نادي العين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإماراتي وقال أيضا أنا أرى لمسات احترافيها لدى أيمن حسين وتمنى له مسيرة رياضيه عالية للمستوي في الدوري الإماراتي أكدت مصادر خاصة لموقع وينون اتحاد الكرة العراقي لا يمانع من خوض مواجهة إيران الودية في طهران وذلك لصعوبة إيجاد مبارة ودية بديلة في بغداد الشهر المقبل المنتخب العراقي يلاقي تيلند في بغداد في 25 مارس أفار المقبل وبعدها بثلاث أيام يواجه إيران الأقرب في طهران حتى الآن